اشتركوا في القناة 10 من ربيع الثاني 1444 والموافق للثامن من نومبر 2022 بحسب التقويم الرسمي لأم القرى بسم الله الوحد القهار وصلوات الله على كافة أنبياء الله المصطفين الأخيار ومن تبع دعوتهم لعبادة الله وحده لا شرك له في الأولين وفي الآخرين وفي الملع الأعلى إلى يوم الدين ثم أما بعد وعصحص الحق لكل إنسان عاقل في العرب خاصة وفي العجم عامة لمتابع قصة مصرع ولي عهد المملكة السلمانية الأمير محمد بن سلمان وجاء معاد قمة زعماء العالم الحدث التاريخي الكبير الجامع لكافة زعماء العالم العرب والعجم الغير سياسية وجمعاتهم حرب الله المناخية برا وبحرا وجوا فهل وجدتم الأمير محمد بن سلمان ظهر في قمة المناخ بين زعماء العالم صوتا وصورة حية على الهواء مباشرة من غير خداع ولا فبركة هيهات هيهات أن يستطيع الدجلون المفبركون أن يفبركوا صوت وصورة محمد بن سلمان في مواضيع جديدة حين تكون على الهواء مباشرة حقيقة على الواقع الحقيقي كمثل قمة المناخ الجامعة لكافة قادات دول العالم العجم والعرب كمثل قمة شرم الشيخ العالمية التي تم افتتاحها بطريق يوم الاثنين سبعة نوفمبر الفين واثنين وعشرين بحضور معظم رؤساء دول العالم العرب والعجم وغاب الأمير محمد بن سلمان عن الظهور بين زعماء العالم المجتمعين في قمة شرم الشيخ فيالى العجب يا معشر العجم والعرب وما كان لمحمد بن سلمان أن يتغيب عن التصوير فيتوسط زعماء العرب والعجم كون هوايته حب الظهور وهو فرح فخور ومبتسم مسرور ابن سلمان المغرور وكذلك تغيب محمد بن سلمان عن إلقاء كلمته التاريخية التي لا طالما تغنى بها في حياته قبل وفاته وجاءت فرصة لمحمد بن سلمان للظهور مع قادات العالم المجتمعين في قعة شرم الشيخ الكبرى فيظهر مهم بالصورة الحية المباشرة الحقيقية صوتاً وصورة حية كان من المفروض أن يلقي كلمة مبادرة السعودية لجزيرة العرب الخضراء القديمة التي تغنى بها قبل موته أنه سيجعل جزيرة العرب الصحراء أوروبا الشرق الأوسط الأخضر لمنع الاحتباس الحراري الذي سبب كوارث المناخ حسب زعم محمد بن سلمان وزعم الملحدين أمثاله ولهذا اجتمع قادات العالم للحد من الاحتباس الحراري حسب زعمهم إذن المبادرة السعودية متعلقة للحد من الكوارث المناخية فيلقيها بين كافة قادات العالم العرب والعجم المجتمعين في الشرق الأوسط في قمة المناخ في قعة شرم الشيخ وهو فرح فخور ولكن أمواله وأموال أهل سلمان لا ولن يستطيع أن يفيق الأمير محمد بن سلمان من الموت السرلي منذ تاريخ 3 فبراير 2022 وربما يود الذين لا يريدون أن يستخدموا عقولهم أن يقولوا ما كانك يا ناصر محمد اليماني تستخف بعقولنا بمصرع الملك سلمان وولي عهد محمد بن سلمان والتعزيز الثالث الأمير خالد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود فهل تريد أن تعجب الحوثيين بقولك هذا فمن ثم يرد عليكم خليفة الله على العالمين الإمام المهدي ناصر محمد اليماني وأقول قاتلكم الله وقاتل الحوثيين والإصلاحيين والعفاشيين والانتقاليين وكافة أحزاب اليمن الدمويين وكافة قادات العرب المجرمين الذين لا يريدون أن يستخدموا عقولهم ليجيبوا داعي الحق من ربهم إلا بعذاب أليم وإن لعنة الله على الكاذبين الذين يكتمون الشهادة عندهم من الله ومن أظلم ممن كتما شهادة عنده من الله والله لا يهدي القوم الظالمين المستكبرين فلكم حاولت إنقاذكم فكيف آس على قوم المجرمين فلكم نصحت لكم ولكن لا تحبون النصحين فلكم نصحتكم وحذرتكم أن الله لم يجعل مصرع آل سلمان الثلاثة إلا عيضة وعبرة الذين اعتدوا على أنصار السعوديين في المملكة السلمانية الشيطانية لا سلمهم الله ولا أعلى مقام المجرمين فيهم فكيف يجرؤون على حبس أنصار خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني في المملكة العربية السعودية بل حكموا عليهم بالسجن عشرات السنين فأكثرهم عشرين سنة وأقلهم عشر سنوات وهيهات هيهات أليس الصبح بقريب وما كانت جريمتهم إلا لأنهم اتبعوا الإمام المهدي ناصر محمد اليماني الذي يدعو الناس إلى عبادة الله وحده لا شرك له وأنذر الناس ألا يدعون مع الله أحدا كون ذلك شرك بالله العظيم أن تدعو مع الله أحدا وإن الشرك بالله لظلم عظيم فمن أبى دعوة خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني فقد باء بغضب من الله ومأواه النار وبئس القرار ذلك كونكم إذا دعي الله وحده تكفروا وإن يشرك به شفعاء تؤمنوا فالحكم لله خير الفاصلين تصديقا لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين كفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون صدق الله العظيم صورة غافر ألا وإن دعوة خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني تأسست على بصيرة من الله القرآن العظيم خالية من الشرق ومن الإرهاب الدموي العالمي بل رحمة للعالمين ومن اطلع على البيان الحق للقرآن لخليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني فهم على ذلك من الشاهدين ويشهد عقله أن دعوة ناصر محمد اليماني حقا رحمة للعالمين وأجبارا على التذكير كون الذين يجهلون قصة أهل سلمان يظن إعلان مصرع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان ووزير الدفاع خالد بن سلمان مجرد سياسة أو انتقام بالكلام أو لكي أن لا رضوان قوم آخرين من أعدائهم أعوذ بالله من غضب الله فليس الإمام المهدي ناصر محمد اليماني من يبحث عن رضوان العبيد على حساب رضوان الرب المعبود وعلى حساب مصداقية وأضر بدعوتي إلى سبيل ربي على مدار ثمانية عشر سنة ثم أضحي بدعوتي لكي أن تقم من آل سلمان كذبا وما كان يهمني أن أثبت بالبراهين على مصرعهم من بعد مصرعهم بكوفيد الموت فلا فوت وما أكثر البرهين المحللين فلا تهمني كون يعلموا من الله ما لا يعلمون من قبل الأدل على مصرع ولي العهد السلماني محمد بن سلمان بل سبق ذلك تحدي شديد اللهجة لكل كفار عنيد قبيل مصرعهم وبالذات ولي عهد المملكة السلمانية محمد بن سلمان وأخاه خالد بن سلمان وقضي الأمر وتجدون تفاصيل القصة في واجهة موقعنا في قسم قصة وفاة الملك سلمان ومصرع محمد بن سلمان وخالد بن سلمان عظة وعبرة لمن يعتبر فلماذا لم تتعذ يا أيها الرئيس اليمني رشاد العليمي فلماذا تخفي الحقيقة على العالمين من أجل مصالحة دنيوية وأنت تعلم علم اليقين أن ناصر محمد يماني لمن الصادقين في إعلانه مصرع الملك سلمان وولي عهده محمد بن سلمان ووزير الدفاع خالد بن سلمان كما يعلم الحثيون الكبار أنهم لم يقتلوا الزعيم علي عبدالله صالح غير أنهم لا يعلمون عنه شيئا وعلى كل حال ما عساه يفعل للزعيم علي عبدالله صالح غير خطاب يلقيه للشعب اليمني حكمة من الله بلغه حسب الخبر من رب العالمين وما فعلت ذلك عن أمري وجعل حياة علي عبدالله صالح آية للعالمين وليس أنه سوف يحييه من بعد موته بل لأني أعلم من الله أنه حي يرزق حسب الخبر من رب العالمين فكذلك الملك سلمان ومحمد بن سلمان وخالد بن سلمان في عداد الموت وأحدهم لا يزال ميت سريريا يتولى تعذيبه أولياؤنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة من الملائكة المقربين يضربون وجهه ودبوره بموت الخزي بعد أن صرعوا الله بكوفيد كيده المتين في لمح البصر أو هو أقرب فهل جزون إلا ما كنتم تعملون؟ ليجعله الله لمن خلفه آية ونذر وعبرة وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون وعلى كل حال إن السؤال الذي لا يزال يطرح نفسه منذ تخلف محمد بن سلمان عن حضور أولمبياد بيكين بتاريخ 4 فبراير 2022 كون الله صرعه بتاريخ 3 فبراير 2022 والسؤال لا يزال يطرح نفسه للأذكياء هو وين محمد بن سلمان تغيب عن الظهور الحي في القضايا الجديدة على الساحة السياسية إن كنتم صادقين؟ ويلا كثرة البلبلة من القنوات ومواقع الأخبار عن محمد بن سلمان عظيم الشأن في نظرهم أطلق أسر حرب أوكرانيا محمد بن سلمان يأمر بمشاريع الإنس والجان ولكنها مجرد أخبار تتويه من واس الإخبارية ومن على شاكلتها فتنشرها القنوات ولم يتفكر السماعون للقنوات أنه لا يوجد فيديو واحد للأمير محمد بن سلمان تطرق فيه إلى أزمة حرب روسيا وأوكرانيا يا أيها الصادون فيصدقكم السماعون ولم يتفكروا أنه لا يوجد فيديو جديد لمحمد بن سلمان للقضايا الجديدة على الساحة السياسية ولم يسمعوا على لسانه قط فيديو تطرق فيه إلى أزمة حرب روسيا وأوكرانيا ألم أقل لكم أني أعلم من الله ما لا تعلمون وأنه ميت سريليا إلى ما يشاء الله فيفض روحه فهو لم يحضر القمة الأممية لزعماء العالم في شرم الشيخ فلن يستطيع قصير العمر من آل سلمان قصر الله أعمارهم وأولياءهم أن يعيد محمد بن سلمان إلى الحياة ولذلك تم استمرار تأكيد الخبر بالتحدي بالحق أنه لا ولن يحضر محمد بن سلمان ليلقي خطابه في قمة المناخ بين قادات العالمين في قاعة اجتماع زعماء العالم في شرم الشيخ كون المفبركين لا ولن يستطيعوا فعل ذلك كون الصحافيين آلاف عجم وعرم يصورون تصويرا مباشرا حقيقة وليست فبركة كمثل قمة جدة فوصلوا إلى طريق مزدود ولكن بسبب أنه جاء موعد قمة المناخ الأممية العالمية لزعماء العالم في شرم الشيخ فوجدوا آل سلمان أنفسهم عاجزين عن الفبركة ولكن شر البلية ما يضحك فما كان من المفبركين إلا أن يجعلوا لهم قمة بمفردهم في شرم الشيخ وذلك حتى يستطيعوا الفبركة أم أنه حقا تكلم محمد بن سلمان بحضور قادة العالم العجم والعرب وأكرر السؤال للمرة الثانية وأقول فهل حضر محمد بن سلمان في قاعة قمة المناخ لزعماء العالم وألقى خطابه صوتا وصورة حية كما ألقى زعماء العالم خطاباتهم المباشرة للزعماء من قاعة اجتماع قمة المناخ في شرم الشيخ فما الذي منع محمد بن سلمان من التكلم بين قادات العالم حتى يتجنب الحضور في قمة المناخ لكافة قادات العالم فلم يحضر معهم في يوم الاثنين المنقضي وذهبت طائرته إلى شرم الشيخ للتمثيل في قمة منفردة بمعزل عن قمة المناخ لكي لا يكتشف الصحفيون وقادة العالمين أمر الفبركة ويظن الذين لا يتفكرون أن محمد بن سلمان ألقى كلمة بين زعماء العالم في قمة المناخ ولكن حين يتحرون يجدونها مجرد بلبلة إخبارية كذبا ولم يحضر محمد بن سلمان قمة شرم الشيخ فلا يجدون له أي أثر أنه زار قمة شرم الشيخ لزعماء العالم فمن الذي استخف بعقول الناس فهل ناصر محمد اليماني أم بقية شهرطين البشر من آل سلمان ومن على شاكلتهم وأعلم علم اليقين أنه سوف يصلون إلى طريق مزدود كسد ذي القرنين في قمة المناخ بين زعماء العالم فيستحيل التمثيل والفبركة فهذا يستحيل فسوف ينكشفون سواء بالسيدي قصصات فيديوهات أو بتمثيل القناع الواقعي يكشفوا الصوت فيعلمون زعماء العجم أنهم حقا في تمثيل وفبركة ومنهم من يعلم وكتم من أوليائهم ومن العربي من يعلم وكتم واستلم قيمة الصد عن آيات العظة والعبرة كما حدث في قمة جدة إلا بايدن لم يعلم ولكن القمة الجامعة لقادات العالم المنعقدة في شرم الشيخ كانت جامعة أممية لقادة العالم فلم يستطيعوا ألا سلمان وأوليائهم أن يبعثوا محمد بن سلمان الموته السريلي ليلقي خطابه في مواضيع جديدة في نفس قاعة زعماء العالم من ذات قاعة زعماء العالم لقمة المناخ فهل اجتماعهم إلا من أجل كوارث المناخ؟ ولكن آل سلمان وأوليائهم عجزوا عن الفبركة لكثرة الحضور في قمة المناخ من زعماء العالم والصحفيين ولذلك عقدوا قمة بمفردهم ليتسنى لهم الفبركة لخداع الناس المغفلين وذلك حتى يظن كثير من العالمين أن محمد بن سلمان ألقى خطابا بين قادات العالم في قاعة نعقاد مؤتمر قمة المناخ أمام ذلك الحجد الكبير من زعماء العالم والوزراء والصحفيين بينما لو ينظر من له عقل إلى الفيديو فإذن هو تجنب كافة زعماء العالم ولم يلقي خطابه معهم بحجة مبادرة محمد بن سلمان فكأنها لا تصلح أن تكون بين زعماء العالم في قاعة اجتماعهم في قمة المناخ في شرم الشيخ بل أهم شيء أن محمد بن سلمان المقنع أو المفبرك حضر إلى مدينة شرم الشيخ ليلقي المبادرة في شقة أو بدروم ثم الفبركة وتجنب قاعة زعماء العالم وذلك لتتسنى لأصحاب المسلسل الفبركة فيا للعجم فكأن المثقفين من العرب بقر لا تتفكر ألا لعنة الله على الساكتين عن الحق في العرب والعجم أو لعلة الله على ناصر محمد اليمان إن كان من الكاذبين فالحق لله خير الفاصلين فاستعدوا للمزيد من قارعة حرب الله بكوفيد كيده المتين الكورونية تصبكم في أنفسكم وقارعة حرب الله المناخية تقع قريبا من دياركم حتى يأتي وعد الله بطاعة خليفته فالحرب الكونية والكورونية مستمرة حتى يأتي وعد الله بطاعة خليفته فهذا قرار الله وإصراره على إتمام نوره للعالمين تصديقا لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن قرآن سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت بل لله الأمر جميعا أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف المعاد صدق الله العظيم صورة الرعد وحتى لو أوقفتم عجلة حياتي كافة شعوب البشر فلن يخفف الله حربه المناخية شيئا كون ليس لها علاقة بعوادم المصانع الأحفورية والكربون كما تزعمون هيهات هيهات ورب الأرض والسماوات أن سبب ارتفاع مؤشر معيار حرب الله المناخية أنه بسبب اقتراب كوكب النار السقر التي تأتي بغتة للبشر ليلة وصولها فتفاجئ البشر من جهة جنوب الأرض آتية من الشمال القطبي البعيد وقد صارت قريب تصديقا لقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطعون ردها ولا هم ينظرون صدق الله العظيم صورة الأنبياء فهذه من آيات الكتاب المحكمات البينات تجدون بيانها الحق على الواقع الحقيقي برغم أنكم لتشهدون تأثير اقتراب كوكب سقر تضاعف إلى أبعد مما تتخيلون فأين تذهبون حتى جعل ما كان يزعمه علماء المناخ أن سبب الاحتباس الحراري أنه الكربون الأحفوري فقد أصبح مجرد فرضية ظنية تحتمل الصح وتحتمل الخطر وزلزل الله ما كانوا يعتقدون ولكني خليفة الله المهدي ناصر محمد اليماني أسس الله علمي على أسس علمية فيزيائية في منتهى الدقة في كتاب الله القرآن العظيم ولسوف يعلم الملحدون بالله رب العالمين إننا لصادقون في كل شيء وأن لعنة الله على الكاذبين وسلام على المرسلين من خلال متجر جوجل بلاي على الأجهزة الذكية لقراءة مزيد من بيانات الإمام المهدي ناصر محمد اليماني ندعوكم لزيارة موقعه الرسمي منتديات البجرة الإسلامية والنبأ العظيم ترجمة نانسي قنقر